موسيقى السلام عليكم ومشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاب نناقشك العادة ثلاث قضايا أساسية لهذا الأسبوع ونبتدئ بقضيتنا الأولى والنقطة الأولى سنتناول فيها كيف أصبحت الهجرة أولوية لدى الشباب اليمني وما الذي يدفعهم لذلك أما في النقطة الثانية سنناقش سياسة ميليشيا الحوثي في التجريف الوظيفي في المؤسسات الجامعية وفي النقطة الثالثة سنعرج على محافظة حجة وما تعانيه من تدهور المعيشي وانفلات أمني في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية موسيقى موسيقى بشكل غير مسبوق وفي مشهد لم يعهد اليمنيون تكتب ضباحات مكاتب النقل والأحوال المدنية وكذلك المستشفيات المخولة بالفحوص الطبية للمسافرين بألاف اليمنيين الراغبين في الهجرة والخروج من الوطن عشرة الآلاف من الجوازات تصرف شهرياً عبر مكاتب المحافظات والعدد نفسه يقف طوابير أمام المصالح والمؤسسات المعنية بإجراءات السفر رغبة جامحة للدهاب نحو المجهول خروج أشبه بالمغامرة نظراً لغموض المستقبل لكنه عند البعض خروج أشبه بالولادة من جديد كيف أصبحت الهجرة أولوية لدى الشباب أو الشعب اليمني بشكل عام؟ نناقش هذا التساؤل وأبعاده بعد أن نتابع هذا الاستطلاع بسبب يسافرون الخارج بسبب ضيق المعيشة بسبب انعدام أي فرص عمل بسبب ما يشأل أي مقومات حياة في هذه البلاد يعني الواحد صار الآن يتخرج بعد التخرج يعني لا ينتخرج يعني بسبب حروب حصارة دمر يعني مشكلة 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 كبيرة وأزمة اقتصادية وانهيار متسارع والبطالة بتسارع يعني يقع الواحد يتطر أنه يسافر للخارج يقترب للخارج يعني يبدأ نفس يقول يأسس مستقبله يعني لو ما خرجش الخارج أكيدهم أقول للقبهات يعني القبهات هي تتهم الشباب تيقول للشباب اتطر الشباب اليمني في السفر إلى الخارج بحثاً عن لقمة العيش بحثاً عن الراحة بحثاً عن أن يوفر لهم وسائل التي تجعلهم يعيشون مثل بقية المجتمعات نحن بالشعب اليمني اليوم نعاني من الحروب نعاني من الاضطرابات نعاني من غلاء المعيشة كل يوم الدولار وهو بارتفاع اليوم الدولار وصل إلى 900 ريال فهذا يمثل عاق أمام الشباب اليمني لن يستطيع أن يتزوّق لن يستطيع أن يدرس لن يستطيع أن يبني بيت لن يستطيع أن يفعل أي شيء مما جعله يضطر إلى دول الجوار بحثاً عن عمل إنما الوضع فرض علينا ذلك لأنه خلال الظروف هذه الصعبة والتعب لا يوجد أعمال لا يوجد متنفسات أصبح الناس يعانون من القضائف والسواريخ والانفجارات والألغام سمعتم؟ ضعنا النفوس إذن شاهدنا هذا الاستطلاع مشاهدينا ولاحظتم الجميع يرغب بالهجرة سواء كانت هجرة إلى المجهول أو هجرة قد تغير من حياة المهاجر والراغب بالخروج من الوطن إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفتنا ستنضم إلينا من إسطنبول سيدة هند الزريقي ناشطة شبابية إذن أرحب بضيفتنا هند مساء الخير مساء النور مرحبا بك هند في حلقتنا اليوم ونتحدث اليوم عن رغبة الشباب في الهجرة هذه الهجرة التي تحمل جانبين قد تكون هجرة إلى المجهول وقد تكون بداية لحياة جديدة وأفضل لدى البعض ونتساءل كيف أصبحت الهجرة أولوية لدى الشعب اليمني ممكن نتكلم بس عن الشباب بشكل أساسي طبعا الشباب بطبيعتهم يبحثوا عن بيئة تحتضن أحلامهم عن بيئة تحتضن طموحهم يبحثوا عن مستقبل أفضل لأنفسهم هذه البيئة التي حاليا غير متواجدة في اليمن بسبب الظروف التي تمر فيها البلاد ظروف الحرب فالشباب حاليا سلبت منهم مقومات الحياة مقومات الحياة التي منعتهم من أن يشوفوا مستقبلهم أو يبحثوا عن شيء أفضل لهم فذلك الشباب كثير منهم لقوا إلى الهجرة إلى الخارج ليحققوا ما لم يستطعوا تحقيقه في الوطن بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد الذي قاعد كثير من الشباب حاليا يذهبوا إلى الخارج فقط لتحسين مستواهم المعيشي أو لإعالة قصرهم ولإعالة أنفسهم كذلك بالإضافة إلى أن التعليم حاليا في اليمن أصبح متدني بالإضافة إلى أن التعليم حاليا غير معتمد دوليا فالكثير من الشباب يذهبوا للبحث عن فرص تعليم أفضل كما أن بعض الشباب مثلا يفكر أنه حاليا بدل ما أدرس من أربع سنين يعني تخصصي يتوجب عليه أربع سنين وبسبب ظروف الحرب القصف والإضرابات وما إلى ذلك بدل ما يخلص بأربع سنين ممكن يخلص بخمس إلى ست سنين وأحيانا إلى سبع سنين في استغرق كمان أحبب أضيف نقطة في هذا الموضوع بعض الشباب يذهبوا إلى الخارج أو يطلبوا الهجرة إلى الخارج بسبب أنهم يدوادهم مشاكل من طرح آراءهم السياسية من طرح أفكارهم يعني لا توجد حرية في هذا الجانب نعم هند يعني أنت تتحدث هنا عن نقطة تتعلق بالشاب الذي يطمح بالدراسة أو يطمح بعمل آخر بدولة أخرى ويعني تمشي أموره ويعيش حياة أفضل بينما في طموح آخر لدى الكثير من الشباب هو الهجرة إلى أوروبا وهنا تبدأ المخاطر الكبيرة كثير من الشباب يذهبون يعني عبر البر وعبر زوارق بحرية شهدنا أيضا شباب يمنيين توفوا وقتلوا على مناطق حدودية هذا الأمر أيضا يحمل الكثير من الخطورة فيما يتعلق بمسألة الهجرة صحيح في خطورة كبيرة للشباب ولكن الشاب عاليا يفكر أنه ما فيش أمل يعني لا يوجد أمل في البلد يعني كيف ممكن نقول أنهم فقدوا الأمل في الحكومة الموجودة فخلص ممكن يغامر بحياته يعني لا يوجد حياة حاليا في اليمن فأنا خلص يعني بتوجه بسافر إن لقد فرصة كان بها وإن لم أجد فأنا أصوأ حاليا أعتبر شبه ميت يعني نعم بس يعني البعض يراها أنه هروب من الموت إلى الموت يعني بالذات في مسألة الخروج والرغبة بالوصول إلى دول أوروبية يعني وهنا الكثير من الشباب يراودهم هذا الحلم أن يصل إلى أوروبا ويبدأ حياة جديدة هناك ولكن كما تعرفين صعوبة في قرار الدخول إلى أوروبا بالطرق الرسمية فالحيح يلجأون إلى التهريب هنا الكارية الهروب من الموت إلى الموت قد تكون هناك فرصة في عيش حياة كريمة يعني للأسف أننا نقول هذا الكلام ولكن الشباب حاليا يبحثوا يعني يتكلموا في هذه الطريقة أنه ممكن حاليا وضعي في اليمن يعني بائس الوضع مؤسف جدا فإذا سافرت قد ممكن أننا أجد فرصة لمعيشة حياة أكبر عوضا عن اللي أنا عايش فيها كم نسبة هذه الفرصة برأيك يعني إذا كان الواقع حتى وإن خرجوا إلى دول الجوار كالسعودية ومصر يعني يعانون بشكل كبير في مسألة الوظائف في مسألة الدراسة في أمور كثيرة فما بالك بالشخص الذي يطمح إلى الوصول إلى أوروبا يعني ما هي الفرصة التي تنتظره يعني ما هي نسبة أن يحوز على فرصة أفضل في الخروج ممكن نقول النسبة يعني ممكن نراها نسب ضئيلة في بعض الدول إذا سافر إلى بعض الدول ولكن في بعض الدول ممكن تكون النسب يعني ما يقارب النص يعني ممكن نقول 50% ممكن أن يجد فرص عمل أو فرص تعليم أو فرص ممكن تسمح لأن نعيش حياة كريمة نعم طيب يعني هل تنظرين إلى بدائل أخرى يعني خصوصا أن بعض القرارات قد تكون خروج من الموت إلى الموت هل تنظرين إلى فرص أخرى بالإمكان أن يقوم بها الشباب وتكون أقل ضررا عليهم ممكن حاليا البحث في الوطن نفسه عن فرص يعني تأمن للشباب مستقبل أفضل نلاقي كمان في نسب شباب كبيرة أعداد كبيرة من الشباب متواجدين في اليمن ولكنهم ناجحين بس هذه الفرص يعني ما تقدر تقيسها على الكل يعني في أشخاص توفرت لديهم داخل اليمن أنهم يصنعوا يصنعوا من أنفسهم والبعض لا فهذه تتراوح يعني من شخص إلى آخر فختلف نعم أيضا يا هند يعني في كثير من الشباب يعني مسألة الدراسة فيما يتعلق بالهجرة ليست الهدف الأساسي بالنسبة لهم يقول لك أنه بروح للدراسة وأحتاج إلى سنين ودخل ما فيش فبالتالي ينظر إلى الهجرة التي ستكون مربحة عليه بالمال سواء أن يدخل إلى بلد أوروبية ويكون له مرتب أو مستوى دخل معين بأن هذا الشيء مغنم وشيء أفضل بالنسبة له حتى أنه لا يحمل أي شهاية جامعية وبالتالي يضطر إلى المغامرة يعني سمعنا على قصص يعني محزنة جدا شباب يمنيين حاولوا التهرب عبر صحراء المغرب وعبر المياه الأقليمية في تركيا وبالتالي أناس يعني ماتوا وأناس تعرضوا للضرب والتعذيب وضع مأساوي صحيح ولكن زي ما قلت أنه الهرب ليس من الموت إلى الموت ممكن تقول الهرب من الموت إلى المجهول طيب ليش ما يكونش البديل هو البحث عن فرص دراسة مثلا أوضحته عليك لو سمحت يعني أقصد أنه ليش ما يكونش البديل البحث عن فرص للدراسة بدلا عن أن يهرع الجميع وراء فقط أنه يحصل على دخل مستقر ويعرض نفسه للخطر والتهلكة تمام شوف في البعض أو عدد كبير يذهبوا أولا ممكن تكون الوجهة الأولى لهم هي الدراسة أو التعليم بشكل أساسي ولكن من بعد ذلك يلقوا إلى الانتقال ممكن يستلموا شهايد أو أتمموا دراستهم يلقوا إلى النقطة اللي بعده اللي هي يا أما الهجرة إلى أوروبا أو ما بعد ذلك يعني ممكن يصل واحد أنه يدرس يكمل جامعة ثم ينتهي من كل هذا خلص يصل إلى مرحلة أنه ما في عمل ما فيش عودة لليمن أو لا يمكن أنا أفكر أن أنا أرجع لليمن بعد أن عشت في فترة راحة في الخارج فخلص يصل إلى المرحلة يصل إلى النقطة الأخيرة اللي هي الهجرة وكثير يعني ممكن أن يكون بحالة كثيرة بهذا الشيء طيب هندي يعني بنستغل ويودك معنا يعني نترك لك مجال بسيط فقط لتقديم نصيحة للشباب فيما يتعلق بمسألة الهجرة والمغامرة التي يهرع إليها البعض أنا أتمنى أتمنى من الكل أولا أنهم أتمنى من الجميع أنهم يشتغلوا على أنفسهم أو ما يلقوا إلى الهجرة يعني إذا في فرص عندهم في الوطن أولا في اليمن لا يلقوا إلى الهجرة إلا بعد أن يشتغلوا على أنفسهم بعد أن يبحثوا عن فرص مهما كانت الفرص شبه معدومة بالأخير مثل ما نقول أنه يعني أحنا اللي شاعلين هم الوطن ما فيش حد حيشير هم الوطن غير أنا فبلادي وإنقارث عليها عزيزة نعم إذن وضحت الصورة أشكرك جزيلة شكر هند الزريقي ناشطة شبابية كنت معنا من أسطنبول شكرا جزيلا ومشاهدين نذهب الآن إلى نقطتنا التالية منذ اليوم الأول للانقلاب على الدولة وضعت ميليشيا الحوثي عينها على المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها الجامعات بإشراف أو باشرة عفواً بتجريف الوظيفة لمصلحتها بإقصاء أسادت الجامع الرافضين للانقلاب وفرضت رؤساء وعمداء ومشرفيها وقامت فيما بعد باستبدالهم بآخرين على أساس مناطق وسلالي يخدم أجنداتها الانقلابية لماذا قامت الميليشيا بذلك وما أبعاد ونتائج ذلك على المستوى الأكاديمي والتعليمي والمعيشي للمتضررين نناقش ذلك مع ضيفنا ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزميل وديعطا نشاهد أتت تداعيات الانقلاب الحوثي على كل شيء في اليمن تقريبا كانت مؤسسات الدولة هي أول ما استهدفوه وكان الأكاديميون في طليعة المستهدفين لأنهم نخبة الوطن وعقله الذي يفترض أن يمثل ذروة المقاومة والممانعة ضد انتشار وتغلغ الميليشيا الحوثي في المؤسسات الأكاديمية كانت الجامعات أول ما بدأوا بها تجريفهم فعينوا لها رؤساء منهم وفرضوا عمداء من مشرفيهم ومن ثم حرموا مئات المعيدين من استحقاقاتهم في التعيين والابتعاث واستبدلوهم بآخرين من أتباعهم تنوعت أساليب الميليشيا في استهداف الجامعات بين الاستهداف المباشر وغير المباشر كالاقتحام وإغلاق أقسام وإلغاء أخرى ولكوادرها بالإقصاء والاعتقال والمصادرة والابتزاز والتهجير فضلا عن الاختطاف بل والتصفية الجسدية بطرق مختلفة تجاوز عدد أساتدة الجامعة الذين تم إقصاؤهم وجرى ويجري استبدالهم قرابة ألف أستاذ ومعيد وموظف وهي أكبر عملية إقصاء تستهدف أكاديميين بشكل غير مسبوق في تاريخ العمل الجامعي اليمني هذه المجزرة الأكاديمية إن صح التعبير تأتي في سياق عملية إقصاء واسعة تشمل أكثر من ثلاثين ألف موظف حكومي في أجهزة الدولة وجميع ذلك يأتي في إطار حوثنة الدولة وتطييف المؤسسات التعليمية اللافت أنه في ظل حرمان الكادر الوظيفي من رواتبهم منذ سنوات وإعلان الحوثيين توقيف نصف الراتب الذين كانوا قد التزموا بتوفيره للموظفين في مناطق سيطرتهم أعلنوا مؤخرا عن وظائف شاغرة بجامعة صنعاء في وقت ينتظر الجميع عودة الرواتب أو صرف بعضها للمعيدين الذين هم أولى بالتعيين والاستحقاقات إذن شاهدنا تقرير مشاهدين ونذهب الآن للترحيب بضيفنا الدكتور فيصل إذن هو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة إذن أرحب بالدكتور دكتور فيصل مساء الخير مساء النور لك وللمشاهدين الكرام أهلا بك دكتور فيصل الحذيفي ويعني اليوم دكتور يعني بعد ست سنوات من الانقلاب يعني ما هو الحال الذي يعيشه أساتذة الجامعات خصوصا ضحايا هذا التجريف وأنت أحد هؤلاء الأساتذة الذين طالهم أثر الانقلاب اسمح لي أن أوضح في مقدمة المداخلة هذه أن ما سأقوله عن وضع الأكاديمي في الجامعة اليمنية التي يسيطر عليه الحوثيون لا يخص الأكاديمي فقط وإنما يخص جميع الموظفين وجميع المواطنين حتى غير الموظفين أي أن الحوثيون عملوا على استهداف عقل المواطن عقل الأكاديمي بطن الأكاديمي جسد الأكاديمي أي أن الثلاثة الأهداف الرئيسية يعني العلم الراتب الصحة وبالتالي حولوا الإنسان إلى مقرد شبح غير قادر على أن يكون إنسانا قادرا حتى على الدفاع عن حقوق أستهدفوا العقل من خلال الاستيلاء على مؤسسة التعليم العليا كالجامعات حيث نصبوا في جميع مفاصلها رئاسة الجامعة ونواب رئاسة الجامعة وعمداء الجامعات ورؤساء الأقسام كلها من سلالة واحدة إما حوثيين هاشمين أو متحوثين وبالتالي حرم البقية من شغل المناصب الإقيادية وكذلك من الترقيات وكأنها عقوبة تطال هذا العقل اليمني الذي هو منوط به السعب رفع وعي المجتمع وتنويره الشيء الثاني عندما تم إلغاء الرواتب بشكل كبير يعني استهدفوا بطن الإنسان بحيث حتى طاله الجوع الفقر الموت وهدر الكرامة يعني اليوم يعاني الموظف اليمني الشعب اليمني بهذا الاستهداف بشكل مريع ولا أحد يلتفت إلى مخاطر هذا الاستهداف الاستهداف الثالث وهي قسد الإنسان أصبح الإنسان وكأنه يعيش داخل سجن وليس داخل دولة أو وطن لأن الجوع وعدم الإيرادات وعدم القدرة على الأوفاب الالتزامات وعدم القدرة حتى على شراء العلاق لمن لديه مرض وبالتالي إذن ثلاث وظائف أساسية تم استهداف الإنسان اليمني والمواطن اليمني والأكاديمي هو نموذك فقط من هذه النماذج التي يصلح تعميمها على بقية عامة الناس هناك مآسي للحقيقة هناك لا نستطيع ببيث لهذا البرنامج أن نسرد بشاعتها نعم لكن يا دكتور البعض من من زالوا يعملون مع الميليشيا كذا كاترة وطواقم الإدارية في الجامعات يرى أن ما وصل إليه الحال في الضرر الذي لاحق بالأكاديميين هو في مسألة المرتب ولقمة العيش الضرورة من أوصلة الحال إلى هذا الوضع بالتالي أنت كيف تنظر إلى الأمر هل هو عمل ممنهج أم أن الواقع هو من صنع هذه اللحظة هو عمل ممنهج من الطرفين هو عمل ممنهج من الحوثيين حيث أنهم استهدفوا الإنسان لإذلاله وقهره وهدر كرامته وهو عمل ممنهج بغباء من الشرعية التي أعلنت سحب البنك المركزي من صنع إلى عذن وبالتالي تخلت عن التزاماتها أمام مواطنها من صرف رواتبهم وبالتالي اليوم السلطة الشرعية يعترف بها الناس في وجدانهم حتى في مناطق الحوثي لأنهم لا يعترفون بالحوثي كسلطة شرعية وإن فرضوا أنفسهم كسلطة أمر واقع وبالتالي هناك الحقيقة استهداف للمواطن اليمني والموظف الأكاديمي في الجامعة وفي الوظيفة العامة أنه استهدف من الطرفين اليوم إرادة الإنترنت والاتصالات والتراخيص والتجارة العامة وكبار المكلفين كلها تذهب إلى خزينة الحوثي والحوثي تخلى عن التزاماته وضرب بجميع القانب الأخلاقي عرض الحائط حتى مسألة نصف الراتب عندما أسمعه أنا في وسائل إعلام أقد هناك تبسيط أو تصطيح للمسألة لا يوجد نصف الراتب هذه هي أكذوبة النصف الراتب نستطيع أن نسميه نصف راتب عندما يكون مستمراً كل شهر لكن عندما تصرف نصف راتب كل ستة أشهر أو كل سنة فلا يوجد نصف راتب وإنما يعتبر يعني زي القعالة يعني وليس للجميع أساساً يا ذكتور يعني حتى نصرف هذا النصف الراتب بستة أشهر لا يشمل الجميع نعم ليشمل الجميع يعني أنا لم أستلم أي راتب من الحوثين منذ أن تستولوا على جامعة الحويدة وبالتالي لم أعد مطمئناً لا للعودة إلى منطق الحوثين ولا للعودة إلى جامعة الحويدة في ظل جماعة تبطش بالإنسان ومن الشرعية هل تستلم مرتباتهم؟ نعم نعم النازحون قلة من النازحين عندما عملوا ملفاتهم بشكل أبكر استطاعوا الحصول على مثل هذه المرتبات ولكن حتى في ظل الشرعية اليوم تتحدث عن مرتب كان مقداره ألف مئة دولار أستاذ الجامعي اليوم أصبح لا يزيد على مئة وخمسين دولار وبالتالي أصبح صرف المرتب بعدم هساء ولكن على الأقل أن يوجد مرتب مهما كان ضئيلاً خيراً من أن لا يوجد ولكن أيضاً الشرعية كما قلت بأنها لم تكن ظهيراً حقوقياً ولا سياسياً ولا دستورياً لهؤلاء الناس الذين واجهوا هذا البطش من الحوثين اليوم عندما صمت الناس واستمرأوا الذل والعبودية إنما لأنهم وجدوا بأن السلطة الشرعية كانت أفشل مما هو عليه الحوثين وبالتالي أن تغامر بالارتحال من مناطق الحوثية إلى مناطق الشرعية فهو الانتقال من سوءاً إلى أسوأ لا أقل ولا أكثر أو من سوءاً إلى أسوء في أفضل الحالات نعم لكن يا دكتور أيضاً إذا قلنا أن المسألة المادية هي من فرض ذلك وأن الجميع من دكاترة الجامعة لا يسلمون مرتباتهم في صنعها بسبب تحجج الميليشيا بالوضع المالي لدى حكومتهم كما يسمونها لكن في مسألة طرد دكاترة يعني هناك قصص كثيرة بأن دكاترة يعني ربوا أجيال وكان هناك سكان جامعي هؤلاء الدكاترة يقيمون فيه منذ أكثر من عشرين عام يأتي اليوم إشعار بخروجهم من السكنات الجامعية كيف يفهم هذا الأمر؟ الحقيقة التركيز على مثل هذه النقاط الهامشية لم تعد ذا قيمة مقابل أن الكادر اليمني الأكاديمي مستمر بدون رواتب من أعلى 2016 يعني الآن نحن سندخل السنة الخامسة والسادسة بدون رواتب يعني في نية الأمر يعطين راتب ولا أريد سكنك لا أريد أي انتياز منك ولكن اليوم الكادر الأكاديمي وقع بين نارين بين نار مسؤوليته تجاه هذا القيل الذي سيواقه القهل إذا تخلى عن مسؤوليته وكذلك أيضا تخلي الشرعية عن دعم هذا الأكاديمي الذي بإمكانه أن ينزح لما نطق الشرعية وينزح معه الطلاب والسكان يعني اليوم لو كانت الشرعية حققت الحد الأدنى من الأمن والسكينة والراتب والمسؤول المعيشي ربما لما بقى أحد من الموظفين والمواطنين في إطار الحوثين نعم يا دكتور يعني إنه المعاش قد قطعوا فبالتالي إنه يبقى فيه سكن لدى هذا الدكتور يعني كثير من دكاترة ذهبوا لأعمال أخرى ومنها شاقة ومنها أعمال غير تخصصاتهم من أجل توفير لقمة العيش لكن كان هناك السكن الذي يفترض أقل حق يحصل عليه هذا الدكتور ولكن يتم إشعارهم بالمغادرة في إطار حكم جماعة باطشة خارج عن قانون ميليشيوية توقع منها كل شيء يعني نتحدث عن حرمان من الراتب من السكن من الحقوق العامة من المكافآت من شغل وتدرق المناصب من الترقيات من البقاء في الوظيفة اليوم أن يواجه الأكاديم الفصل من وظيفة بلا راتب والله شيء مثير للسخرية يعني كثير من الزملاء واجهوا الفصل وبعضهم الإسقاط وبعضهم التجميد وبعضهم العقوبة مسألة السكن أنا أعتبر ليست قضية ذات قيمة إذا كان الراتب كما قلت والحقوق مكفولة يعني لأن السكن الجامعي خلال 33 سنة من حكم النظام السابق لم يتوفر سكن جامعي لأكثر من 5 إلى 2% وبالتالي المتضرر ليس بهذا الحقم كما هو حال التضرر الشامل لكل موظفي الدولة بما يفهم الأكاديمين أنت اليوم اسأل فقط هذا الأكاديمي الذي كان يستلم 1200 دولار ويصرف على نفسه وعائلته كيف يعيش خمس سنوات بدون راتب كيف واقع الإيقار الصحة الملابس المعيشة التدريس أبنائه الحقيقة شيء مهول يعني أنا أخاطب وزارة التعليم العالي في الشرعية والسلطة الشرعية ألا يدركون هذه المخاطر ألا يدركون ألمان يصدقهم هو في الشرعية دكتور أنا سأأتي إليك بهذه النقطة دكتور سأأتي إليك بهذه النقطة يعني قوائم كبيرة أعلنتها ميليشيا الحوثي بإقصاء الكثير من الدكاترة وفصلهم وبالتالي نتساءل يعني ما الذي قدمت الشرعية ما الذي قامت به وما البدائل التي وفرتها لهؤلاء الدكاترة الذين استبعدوا وأقصوا وفصلوا من وظائفهم أنا سأقول لك ماذا فعلت الشرعية التي لا عقل لها ولا تفكير ولا خطط ولا هي سائلة عن هذا الشعب الشرعية اليوم تصرف لحوثيين تحت مسمى نازحين وتصرف للقضاة في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية بما فيما القضاة المنتمين للحوثيين والهاشمين اليوم كان على الشرعية أن تعيد بناء القانب الهرم الإداري والوظيفي بشكل عادل وشكل قانوني اليوم من خرج على السلطة الشرعية لا ينبغي أن يكون ضمن الهيكل الإداري والوظيفي للدولة أنت تكافئ اليوم من يحاكمك كرئيس جمهورية باعتبارك خائن وهذا القاضي يستلم راتبه من عدن بينما المواطن والأكاديمي الذي ما زال يرفع الحرص على الشرعية ويرفع سلطة الأمر الواقع بدون راتب يعني اليوم كثير من الحوثيين الأكاديمي يستلمون راتبهم من عدن بينما المواطن العادي والأكاديمي العادي الذي ليس لديه هذا التزلف والتحذلق بدون راتب يعني المسألة معقدة إلى درجة أن الشرعية تتحمل كافة المسؤولية ليس فقط تجاه الأكاديميين ولكن تجاه جميع موظف الدولة وحتى تجاه جميع القادرين العاجزين عن الدخل كالضمان الاجتماعي اليوم الناس نتيجة للحرب تعطلت الأشغال وبالتالي لم تعود المهن الحرة تدر دخلا على الناس بحكم توقيف جميع المشاريع الاستثمارية ليس الموظف فقط وحده ولا الأكاديمي وحده المتضرر وإنما الشعب اليمني كله متضرر وهناك سلطة شرعية عليها التزامة دستورية وقانونية وأخلاقية أن توفر على الأقل الحد الأدنى للمعيشة حفاظا على كرمة الإنسان أي كان سواء أكاديمي أو موظف عادي أو مواطن حتى بدون وظيفة الحقيقة المجتمع اليمني بولية بنخبة حاكمة هي أقرب إلى الارتزاق والعمالة منها إلى الوطنية نعم دكتور فيصل هنا نقطة أخيرة يعني الأكاديميين جميعهم لماذا لم نجد كيان موحد وصوت موحد للمطالبة وانتزاع الحقوق الواجبة من الدولة الشرعية تجاههم أولاً معظم الأكاديميين الآن المضطهدين والمسحوقين هم خارج إطار دائرة مناطق الشرعية هم في إطار دولة الحوثي أو سلطة الأمر الواقع للحوثين وبالتالي لا يستطيعون التعبير لا ضد الشرعية ولا ضد الحوثيين يعني الشرعية لم تضع لهؤلاء الناس المظلومين والمسحوقين أي ظهيراً سياسياً يتكون عليهم للمطالبة بالحقوق أنت لا تستطيع أن تطالب بحقوقك بهذا الشكل الذي طرحته في سؤالك إلا في ظل وضع طبيعي يستطيع النقابات والمجتمع المدني أن يتحرك وهو آمن على نفسه ولكن اليوم أنت لا تستطيع أن تتحرك من صنع إلى عدن إلا أنت مرصود ولا تستطيع أن تتحرك من عدن إلى صنع إلا أنت مرصود وبالتالي حتى السفر لم يعد سفراً أصبح عذاباً اليوم تسافر من تعزل الصنع بـ 17 ساعة إلى 24 ساعة نحن نعيش حالة غير مرئية في نظر الشرعية وغير مرئية لدى المجتمع الدولي والنظام الدولي وغير مرئية حتى على النخابة الحاكمة يعني ماذا تريد من أكاديم المسحوق هنا أو هناك غير قادر على الأمان على نفسه لكي يطالب بحقوقه الظهير السياسي للسلطة الشرعية ولدولة القانون غايبة وبالتالي أي مغامرة غير محسوبة فإن المصير هي المقبرة وهو الموت نعم أو الاعتقال نعم إذن دكتور فقط سؤال أيضاً يعني كيف سينعكس ذلك على الطلاب والعملية التعليمية هذا الحال الذي يعيشه أساتذتهم ودكاترة الجامعات لا أخفيك والمجاهدون يعني يتفقون معي في هذا العملية التعليمية في اليمن سواء في مناطق الحوثين أو في مناطق الشرعية هي إلى إنهيار دائم وبالتالي اليوم لا نستطيع أن نكسب الطالب سواء الحد الأدنى من المعلومات التي لا يحسن فيها أن يكون طالباً جامعياً لأنه يترقى من الابتداء حتى الاعداد حتى الثانوية بمستوى هزيل وضئيل وبالتالي اليوم نحن نمارس الضحك والكذب والنفاق على أنفسنا وبالتالي نسمي جامعتنا صروح تعليمية والله إنني أضحك عندما نقول في تعز الجامعة الصرح علمي وفي الحلية الجامعة صرح علمي وفي صنعها جامعة صرح علمي وفي عدم جامعة صرح علمي أي صروح هذه التي تخرج جهلة وتخرج وأيضاً الأساتذة فيها فقط يتعيشون حيثما يجدون راتب ويقبرون على أن يكونوا سخرة دون راتب حتى يقون أنفسهم من المخاطر من الموت لا أقل ولا أكثر أما جميع الانسحاق وهدر الكرمة فهي موجودة وبلا حدود نعم إذن أشكرك جزيلاً شكراً دكتور فيصل الحديفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة شكراً جزيلاً لك ومشاهدين نذهب الآن لنقاش نقطتنا الثالثة منذ سيطرتها على محافظة حجة إبان الانقلاب عملت ميليشيا الحوثي على إحكام قبضتها على المحافظة بما تمثله من أهمية جعلت منها مسرحاً للانتهاكات لا يمر يوم دون ممارسة الابتزاز والقمع بحق أبنائها حتى المحسوبين عليهم كيف تعاني حجة وكيف أصبحت وأين تقف الشرعية من ذلك؟ نناقش ذلك ولكن بعد أن نتابع هذه المادة المعلوماتية التي أعدها الزملاء ومن ثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نعم إذن مشاهدين تابعنا هذه المادة المعلوماتية نذهب الآن للترحيب بضيفنا سينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية السيد هادي وردان رئيس فرق الإغاثة في محافظة حجة سيد هادي هل تسمعني؟ نعم سيد هادي هل تسمعني؟ سيد هادي نعم إذن يبدو أن الاتصال ليس جاهزا بعض فيه سيد هادي سيتم معاودة التواصل معه لاحقا ومشاهدين حديثنا عن محافظة حجة هذه المحافظة التي هي خاضعة حاليا النصف تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والنصف الآخر تحت سيطرة الحكومة الشرعية والمحافظة بالكامل تعيش وضعا إنسانيا صعبا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها ميليشيا الحوثي بين فترة وأخرى إضافة إلى ذلك غياب الخدمات وغياب الاهتمام بالمحافظة وأبنائها من خلال الكثير من ما يجب أن يقوم به تجاه المواطنين والمحافظة بشكل عام إذن للنقاش ونقاش الموضوع بشكل أوسع سنعود مرة أخرى لضيفنا السيد هادي وردان رئيس فرق الإغاثة في محافظة حجة سيد هادي مرحبا بك مرة أخرى هل تسمعني نعم مرحبا أهلا وسهلا أخي العزيز نعم أسمعك أهلا بك إذن نتحدث اليوم عن محافظة حجة هذه المحافظة التي تكاد منسية يعني لا اهتمام من ميليشيا الحوثي ولا اهتمام من قبل الشرعية ونتساءل هنا ضعنا في صورة الوضع في هذه المحافظة شكرا شكرا لكم أن صلتتم الضوء على هذا الموضوع الهام وعلى هذه المحافظة المنسية فعلا التي عاشت عقودا من الزمن كانت في مؤخرة وفي آخر اهتمامات الحكومات التي تعاقبت منذ ثورة 26 سبتمبر وحتى الآن وبعد أن حلت الكارثة وكارثة الإنقلاب المشؤوم على هذه المحافظة كان لهذا النصيب الأكبر من الانتهاكات حيث طالت الانتهاكات العديد من مقومات الحياة وأصبحت يعني من المحافظات التي تعرضت لكوارث كثيرة جدا يعني تضررت أسواقها تضررت مزارعها تضررت المنافذ البحرية والمنفذ البري وتضررت بسبب قطع المرتبات وبسبب قطع الضمان الاجتماعي إضافة إلى تسلط أو القفضة الأمنية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من تمدد ومن بطش ومن تنكيل واعتقالات بشكل دائم وتجنيد الأطفال وإقحامهم في المحارق هناك عداد كبيرة من محافظة حجة قضوا نحبهم في معارك الحوثيين وهناك مقابر كثيرة تم افتتاحها كل بين الفينة والأخرى يتم افتتاح مقابر وأصبح أبناء هذه المحافظة إلى الهاوية يتجهوا بسبب ما يمارس بحقهم من قبل ما تقوم به ميليشيا الحوثي كذلك تقوم هذه الميليشيات بالسيطرة هنا سيد هادي حتى تتضح الصورة للمشاهد والمنظمات الحقوقية عفوا سيد هادي هنا فقط ولو قاطعتك حتى تتضح الصورة للمشاهد بشكل أكبر أنت أحد أبناء هذه المحافظة وعلى الطلاع تام بما يحدث في هذه المحافظة يعني لو تضعنا في صورة كاملة عن الانتهاكات الممارسة من قبل الميليشيا في هذه المحافظة ويا حبذا لو تذكر لنا أرقام ومعلومات حتى تصل الصورة بشكل أفضل نعم الانتهاكات مختلفة ونصيب محافظة حجة يعني نصيب كبير لا تقل عن الانتهاكات في الشعب اليمني بشكل عام وما مرس في بقية المحافظات إلا أن هذه المحافظة لها دور كبير من قضوا أو من قتلوا تحت التعذيب خمسة عشر حالة المن تعرضوا للاعتقال يزيد على ثلاثة ألف معتقل ولا زال هناك عدد يزيد على مئتين وخمسون معتقلا بينهم أعداد كبيرة مخفيين قسريين لا تعلم أهاليهم أين أماكنهم عدد النازحين بلغ إلى بداية أو إلى نهاية العام ألف وتسعة عشر النازحين الذي نزحوا إلى خارج المحافظة أو إلى مناطق الشرعية ما يزيد على مئة وخمسين ألف نازح الأعداد كبيرة في تزايد الأعداد كثيرة جدا في مجال النازحين أعداد كبيرة في المناطق الحدودية التي هي منطقة تماس وخصوصا التي تعرضت لاستهداف من قبل طيران التحالف والتي كانت مناطق استخدمها الحوثيين لاستهداف الأشقة في المملكة العربية السعودية وكانت هذه المناطق أكثر عرضة للانتهاكات أصبحت لا شيء أصبحت دمرت البنية التحتية فيها دمرت أسواقها دمرت مدارسها دمرت كل ما في هذه المحافظة من مقومات الحياة بما في ذلك المزارع المزارع الكبيرة التي كانت تشتهر بها هذه المحافظة أصبحت في انقراض تام الانتهاكات في محافظة حجة في جميع المجالات انتهاكات متعلقة بالطفولة هناك أعداد كبيرة تم الزج بهم في محارق الموت وقتلوا وقضوا نحبهم أعداد كبيرة حرموا من التعليم انتهاكات طالة المرأة تم استخدام المرأة في معارك عبثية وتم استخدامها أيضا في أعمال وفي وقفات وكما تشاهدون فيما يقوم به الحوثي في استخدام كل الناس في هذه المحافظة لصالح المشروع الحوثي هناك مديريات تحررت من قفضة الميليشيا الحوثي وتنفس أهلها الحرية وتفاعلوا خيرا لكنها أصبحت شبه محصورة في مناطق بل شبه محاصرة ومقيدة لا يستطيع أهلها الانتقال إلى مكان آخر لا يستطيع إيصال المساعدات أن تصل إليهم أصبحت هذه المديريات الثلاثة التي هي مديرية حرض ومديرية تحيران ومديرية ميدي والتي تحتوي من ما يزيد على ثلاثين ألف نسمة أبناءها حرموا من التعليم المرحلة الثانوية لا توجد مديرية حرض فيها مدرسة واحدة مديرية حيران التي تكتض بالسكان والنازحين وكثالك أعداد من المنتسبي وحدث الجيش الوطني الذين انتقلوا بأولادهم لكنهم محرومين من التعليم أصبحت هذه المناطق رغم أنه ما يصلها من مساعدات عن طريق مركز الملك سلمان إلا أنها لا تنتظر إلا ما يأتيها من تلك المساعدات التي لا تكفي لا تكفي لأن تغطي جميع احتياجاتها من مجالات الصحية المجالات الطبية حاولت وزارة الصحة وعبر مدير عام مكتب الصحة إيصال العقاقير وبعض أدوات التعجيم أو أدوات التطعيم وجدوا صعوبة وضعوها في منفذ الوديعاء ولم يسمح حتى بإيصالها إلى دخولها إلى تلك المناطق وبالتالي فإن هذه المحافظة بما فيها المديريات التي تحررت والمديريات التي تحت قبضة الحوثيين لا زالت تعاني من وضع سيء جدا هنا نقطة أيضا هناك الكثير من أبناء محافظة حجة يتحدثون بأن الانتهاكات طالت حتى من يؤيدون هذه الميليشية من أبناء المحافظة تطالهم أيضا الانتهاكات بكل تأكيد هذا أمر ثابت وأمر لا يستدعي للشكوك حول أمر الحوثيين كعادتهم أنهم بدأوا بالنيل وباعتقال وبنهب وبإخفاء عداد كبيرة ممن رحبوا وممن كان لهم دور كبير في تحقيق الإنقلاب في سبتمبر 2014 هؤلاء الأوائل الذين وخصوصا ممن انتسبنا إلى حزب الرئيس السابق هؤلاء أصبحوا الآن هدف للحوثيين قيادات ومشائخ وضباط وأعضاء برلمانيين وأعضاء في مجلس النواب وفي السلطة المحلية هؤلاء منتهاكين سوطرة حقوقهم سوطرة بيوتهم اعتقلوا أقاربهم الآن يمارس عليهم أشد أنواع الانتهاكات الحوثيين لا يفرقون بين أحد في انتهاكاتهم بل وصل بهم إلى استهداف ممن كانوا طريق عبور إلى تحقيق ما وصلوا إليه سلموا لهم المحافظة سلموا لهم موانئها ومنافذها وفي الأخير تحول الحوثيين إلى أن ينالوا منهم ويبطشوا منهم وهناك أعداد كبيرة من المشائخ مخفيين وتم اعتقالهم وكذلك من قيادات سياسية وقيادات أمنية وقيادات برلمانية تم مساطرة بيوتهم ومنازلهم وهم كان لهم دور كبير في خدمة وتقديم الخدمة لهذه الميليشيات وهذا ليس بغريب على هذه الجماعة مثل ما يعني يحصل في بقية محافظات الجمهورية نعم طيب سيد هذه هنا نقطة أخيرة فيما يتعلق بالنازحين الذين وصلوا إلى مناطق خاصة بالشرعية وأقيمت لهم مخيمات هناك يعني نتساءل هنا ما الذي قدمت الشرعية لهؤلاء النازحين النازحين في المناطق المحررة وخصوصا في مأرب وخصوصا النازحين من مناطق حجور الذين يعني عداد كبيرة جدا وصلوا إلى هذه إلى محافظة مأرب وضعهم وضع يعني وضع مأساوي جدا ما تقدمه الحكومة من مساعداتها مساعدات رمزية جدا ومحصورة لا تفي بالغرض الذي يعينهم على العيش وعلى البقاء وعلى مقومات الحياة ما تقدمه المنظمات وبعض الجهات المانحة والوحدة التنفيذية للنازحين في محافظة حجة وفي قيادة محافظة حجة هو شيء محدود لا يفي ولا يرقى إلى مستوى أن يعول عليه في استقرار ونفسيات النازحين الذين اعتادوا أن يعيشوا حياتهم بسلام والذين جاءوا من مناطق فيها عاشوا فيها أفضل مما أصبحوا الآن كانوا يمتلكون مزارع ويمتلكون مرتبات ولديهم إمكانات وبيوت ومنازل أصبحوا ما تجود به المنظمات وما تجود به السلطة المحلية والسلطة الشرعية بشكل عام شيء لا يرقى إلى مستوى الذي يمكن أن يضعف أو نقول أن السلطة المحلية هنا نقطة أخيرة وباختصار سيد هادي فيما يتعلق بالنازحين فهو دور سلبي سيد هادي نقطة أخيرة وباختصار رسالة تود قولها للشرعية ولأبناء محافظة حجة رسالة نقدمها في البداية إلى الحكومة الشرعية وإلى قيادة الدولة وإلى رئيس الجمهورية بأن يجعلوا للمواطنين من أبناء هذه من أبناء الشعب اليمني عموما هناك نازحين النزوح في ازدياد الوضع الإنساني أصبح يهدد حياة الناس الناس أصبحت حياتهم يعني مهددة أما ما يتعلق بوضع محافظة حجة فندعو قيادة الحكومة وقيادة المحافظة وقيادة الدولة إلى النظر إلى هذه المحافظة لأنها محافظة منسية لم تأخذ أو لم يصل إليها حقها الذي من الإغاثات ومن المساعدات التي تقدم عبر المنظمات وعبر الأمم المتحدة وعبر التحالف ندعو الحكومة إلى الالتفات إلى هذه المحافظة وخصوصا المديريات التي تم تحريرها في الجزء الشمالي الغربي لمحافظة حجة التي أصبحت يعني تعاني من وضع كارثي مأساوي لا يستطيعون أن يعيشوا يعني لم تصلهم لا يجدون ممر عبور إلى مناطق الحوثيين ولا إلى مناطق المملكة العربية السعودية وأصبحوا في وضع يعني يحتاجوا إلى مزيد من الرعاية من الرعاية الطبية من الرعاية الصحية من الرعاية التعليمية هناك كارثة يعني قد تحل بهذه المناطق إن لم تتلف يعني تهتم هذه السلطة الشرعية وتهتم القيادة ممثلة برئيس الجمهورية لهذه المناطق كونه مناطق في منطقة جغرافية محدودة تحتاج إلى أن يكون لها جسر بري يعيد لها الحركة ويعيد لها النشاطها وأن تمارس من خلاله حياتها في جميع المجالات نعم أشكرك جزيل الشكر سيد هادي وردان رئيس فرق الإغاثة في محافظة حجة شكرا لك كنت معنا من محافظة مارب ونكتفي مشاهدين بهذا القدر ونصل إلى ختم حلقة الليلة في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل ودعطها وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر